اللي جمال عيد الرقيع جمال عيد تاني اللي ماسك منظمة بيلم فلوس من برة بيتكلم بيقول انه مات في خمسة وعشرين ناير مش عارف كم واحد ومات في ايام المجلس العسكري كم واحد ومات في فض ربعة كم واحد كل الارقام اللي بيقولها جمال عيد لم يجروا لسانه انه يتطهر بان يقول عندي كام شهيد من قواتنا المسلحة ومن شرطتنا المحترمة خلال السنوات الماضية ما يقدرش لسانه لا ينطق الا باطل قلمه لا يكتب الا باطل لانه الباطل بمقابل بفلوس زيه زي اسماء محفوظ واسراء عبد الفتاح وغيره غيره غيره القائمة تطول كل حلقة هاجه اقول انا مش هلوس لساني بذكر هؤلاء لكن غصبا عني قدامنا معركة وخلاص احنا مشيين في المعركة والمنطقة والمنطقة اللي احنا فيها منطقة موحولة زي ما بقول فيها ناس قذرة كتير محدش من هؤلاء كل اللي عندهم منظمات مجتمع مدني واخوة انسان محدش فيهم كان جريء مش جريء كان نظيف كان شريف كان عفيف كان صادق ويقول عندي كام شهيد من القوات المسلحة زي احمد شبراوي ولا منسي ولا غير ولا غير ولا غير انا بقول لي جمال عيد وبقول لي بهيد دين حسن وبقول لي اسراء وبقول لي اسماء وبقول لي كل هؤلاء كل هؤلاء فيه زابط اسمه محمود هلال فيه زابط اسمه محمود علي هلال عارفين عارفين زابط محمود هلال اللي كان بيشرح امام المصريين كيف استطاع انه هو يسحب جسمان الشهيد شريف محمد عمر من بين اياد الارهابيين التكفريين في عملية كان بطل وجندي ومقاتل وشريف ومضحي